اشتركوا في القناة ومتبعة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتبعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وأوضح معليه أن التوسع الملحوظ في إنشاء المرافق الفندقية ذات التصنيف المرتفع وحرص العلامات التجارية المرموقة عالميا على يكون لها موطئ قدم في مملكة البحرين يجسد ما يحظى به القطاع الخاص والمستثمرون من دعم وتسهيلات لمزاولة هذا النشاط الحيوي الذي سجل وفقا للتقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا مدعوما بارتفاع أعداد الزوار لأغراض سياحية وزيادة معدل إشغال الفنادق جاء ذلك لدى تفضلي معليه بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلاديات والزراعة وسعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة وسعادة السيدة عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة وسعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بافتتاح فندق تشارت هاوس والمارينة التابعين لشركة انفرا كورب ولد وصول معليه لموقع فندق تشارت هاوس كان في مقدمة مستقبليه السيد هشام الريس رئيس مجلس إدارة شركة انفرا كورب وأعدد من منتسبي الشركة وطلع مالي على مكونات المشروع وما يشكله من إضافة جديدة إلى قطاع الفندقة والسياحة باعتباره رافدا مهما للاقتصاد الوطني ومساهما رئيسيا ضمن القطاعات الاقتصادية غير النفطية كما يمثل تقدما ملحوظا في خطط تطوير منطقة مرفأ البحرين المالي من جانبها أكدت سعدة سيدة فاطمة بن شعفر الصير في وزيرة السياحة أن افتتاح هذا المشروع وما يحتويه من مرافق تناسب جميع الشرائح والفئات وتشكل عنصر جذب للسياحة هو خير تتويج لجهود مستمرة ودعوبة نختتم بها العام 2023 لفريق البحرين من كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تعزيز ذقة المستثمرين في مملكة البحرين كوجهة سياحية واعدة للاستثمارات السياحية واستقطاب العلامات العالمية الرائدة في مجال الضيافة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة كمحرك للاقتصاد وذلك بتوفير كافة التسهيلات الممكنة بدوره أعرب السيد هشام الرئيس رئيس مجلس إدارة شركة إنفرا كورب عن خالص شكره وامتنانه إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح فندق شارت هاوس مثمنا ما لقيه المشروع من دعم وتسهيلات حكومية لتنفيذه موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر